رويضة طفلة الماء التي تعرضت قبل عام تقريبا لرصاصة قناف حسي أصابتها في رأسها وهي تجلب الماء لأسرتها مشهد إنقاذها وسحبها وهي مدرجة بالدماء سيظل باقيا في ذاكرة اليمنيين لفترة طويلة سرعة ولد الماء وتعرضي إلى قنص من جهة الحرير من جهة الحرير وذلك كان أطفال مليان الشارع أطفال الحارة رويدة لا تزال تعاني من أثر الإصابة وهي واحدة من بين أكثر من أربعة آلاف طفل في تعز تعرض للقنص أو القذائف أو انفجار الألغام الحوثية قتل منهم أكثر من سبعمائة طفل وجرح ما يزيد على ثلاثة آلاف المئات من المصابين يعانون إعاقات مختلفة خصوصا ضحايا الألغام أطلب من الممتحدة بالضغط على الحوثيين ومعاقبة المجرمين الذي قنص رويده وحسية حوثية تجاه الطفولة لا ينبغي إلا أن تضعهم في القائمة السودة على مستوى العالم ذلك لأن استهدافهم للطفولة لا يقتصر على القتل الممنهج بل والتجنيد وتفخيخ العقول والزج بهم في جبهات القتال ثانيا قنص وقتل الأطفال المدنيين منذ خمس سنوات موليش الحوثي تستهدف الأطفال هناك آلاف الضحايا ردت فعل القادة الحوثيين على إدراج جماعتهم ضمن القائمة السودة لمنتهكي الطفولة يعكس إصرارهم على قتل مستقبل اليمن مرة أخرى أرحب بضيفي من القاهرة أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية طفولة أجدد تحية بك أستاذ أحمد إن كنت معي أستاذ أحمد تسمعني نعم نعم اسمعك طيب يعني قبل قليل كنا نشاهد هذا المشهد الذي لربما يوثق مشاهد عدوانية مشاهد انتهاك بحق الأطفال تعز هنا